اذا دكتور برحب فيك من جديد وصباح الخير مرة أخرى ونبدأ أولا قبل ما نحكي عن المستقبل نعرف نحن اليوم وين وهل تجاوزنا مرحلة الخطر من الموجة الأولى تماما يعني إذا تكلمنا عن الوضع الداخلي بالأردن الوباء جيد مسيطر عليه وهاي ضمن مؤشرات يعني معينة معروفة أصبحت مؤشر تفشي أو مدى انتشار المرض أو الفيروس بالداخل المملكة هو يقترب من الصفر وهو بالطبع أقل من واحد طبعا وهذا هو الأهم عدد الإصابات هو يعني بالحد الأدنى للأيام الثلاث الماضي لم تسجل إصابات وهذا أمر جيد بالطبع أيضا نسبة الفحوصات الإيجابية للPCR من العدد الإجمالي للفحوصات هو متدني أيضا وهو أقل من ثلاثة بالعشر بالمية وهذا أيضا مؤشر جيد إذن كل هذه المؤشرات تشير إلى أنه داخل المملكة في وضع وبائي جيد مسيطر عليه نتمنى أن يستمر في هذا ولا تسجل حالات في الأيام وبذلك قد ننتقل من المربع الأزرق إلى المربع الأخضر وهذا أيضا سيزيد من منعة الواقع الصحي داخل المملكة لكن إذا نظرنا إلى العالم ما زال العالم يشهد انتشار كبير لهذا الفيروس في كثير من مناطق العالم هناك ازدياد في عدد الحالات قبل عدة أيام سجل بالعالم أكبر عدد من الإصابات منذ بداية الجائحة منطقة الأمريكيتين تزداد فيها الأعداد منطقة الهند وجنوب آسيا أيضا تزداد فيه هذه الإصابات منطقتنا منطقة الشرق الأوسط تزداد فيه الإصابات إذن إذا نظرنا للداخل وضع مسيطر عليه جيد إذا نظرنا للخارج ما زال الوباء ينتشر ويسبب الوفيات يعني زادت عن 450-460 ألف عدد الوفيات بالعالم إذن ما زال الوباء موجود عالميا ولو أنه إحنا في وضع وبائي جيد لذلك لابد من الانتباه أننا كأردنيين وكبلدنا لازم نبقى حذرين ودائما نحسب حساب أنه لا سمح الله ممكن أن يتغير الوضع الوبائي لدينا لكن لابد أيضا من التفاؤل لابد أيضا من أن تعود الحياة طيب دكتور إحنا كمواطنين نشعر بأمان ورجعنا لحياتنا بشكل طبيعي ونمارس حياتنا إلى حد كتير كبير مشابهة لما كان قبل الحضر وفيروس كورونا نستمر في هذا الشعور شو الإجراءات اللي لازم نضيفها على نفسنا لحتى ما نوصل في مرحل من مراحل حس حالنا أخفقنا نحن في ممارساتنا يعني يمكن الشعور اللي تفضلت فيها شعور يعني يسود كثير من مواطني العالم ويعني سكان العالم رأينا يعني بعض التقارير خاصة في أوروبا الأسبوعين الأخيرين يعني شهدت انفتاح كبير على الحياة وأصبح لدى الإنسان بشكل عام شعور أنه تواق للحياة الطبيعية ولذلك أعتقد أنه كهذا الشعور شوي مبالغ فيه لا يتناسب مع أنه نحن نعيش في واقع وبائي ولو أنه موجود على الواقع وليس يعني محصور بالأردن هو يعني أنا أعتقد كل عالم دخل في هذا الشعور أنه شعور نريد أن نعيش الحياة الطبيعية هذا يعني لا شك أنه من جانب قد يكون إيجابي لكن من جانب آخر لا بد من الانتباه أنه مثل هذا الشعور ممكن يؤدي لانعكاسات لا نريدها وقد نسميها للأسف سلبي على الوضع الوبائي العالمي بشكل عام وممكن يأثر عنه لا سمح الله لذلك يعني رأينا أنه الانفتاح والشعور بالراحة وأنه الإنسان أصبح تواق للحياة الطبيعية أدى إلى يعني نوع من أن نقدر نسميها زيادة في عدد الإصابات في بعض الدول يعني لو أخذنا على سبيل المثال ألمانيا وألمانيا كان لها تجربة جيدة بما يتعلق بالوضع الوبائي ألمانيا عادت فتحت المدارس وبداية فتحت المدارس للمرحل الثانوية ومثل من المرحل الابتدائية وبتسرع نوعا ما لذلك شهدنا زيادة في عدد الإصابات وأعتقد أنه حتى لا يحدث ذلك حتى لا يحدث وإحنا هون يعني بأعتقد أنه الأردن حقق منجز جيد والجميع سهب في هذا المنجز وعلينا جميعا أن نحافظ عليه العودة إلى الحياة أمر مهم وضروري وكما تفضلتي كثير من القطاعات عادت للحياة وعادت عجلة للحياة وهذا أمر كلياتنا بدنية لكن حتى نمنع ما يمكن أن يحدث كما سألت في سؤالك لابد أن يكون هناك أولا إحنا كمواطنين أن نحافظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وكذلك على المؤسسات الصحية أيضا أن تكون منتبهة لهذا الوضع من خلال أنه القدرة وزيادة القدرة على الفحوصات المخبرية وهذا أمر جيد وكذلك لابد من قدرة المؤسسة الصحية على تتبع المخالطين وتتبع البؤر يعني يمكن قبل كم يوم شفنا في بعض البؤر وهذه البؤر من الضروري السيطرة عليها بأسرع وقت ممكن من قبل فرق التقصي لا سمح الله إذا لم تستطع هذه الفرق أن تقوم بالسيطرة على هذه البؤر وتتحول هذه البؤر من بؤر يمكن السيطرة عليها إلى سبب لانتشار الفيروس في المجتمع يعني ما يسمى بالانتشار المجتمعي للفيروس عندها تصبح السيطرة على الوباء صعبة لذلك من أهم ما علينا أن نعي هذه الفترة أن تكون فرق التقصي الوبائي والنظام الصحي العام الصحي العام في داخل المملكة وفي أي بلد طبعا لا بد أن تكون قادرة على السيطرة على البؤر التي قد تحدث من وقت إلى وقت خاصة في مثل هذا الظرف وهذه المرحلة من الوباء لكي لا يتحول الانتشار من بؤر إلى انتشار مجتمعي نعم دكتور الحديث عن جائحة جديدة وموجة أخرى من الفيروس ما مدى دقة هذا الكلام؟ يعني موضوع الموجة الثانية وقد تكون الثالثة أيضا هو موضوع جدي لكنه غير حتمي ليس بالضرورة أن تحدث موجات ولو أنه يعني علمتنا الأوباء السابقة أنه الموجات قد تحدث موجات وأسباب هذه الموجات يمكن أن يكون يتعلق فينا نحن كبشر وكإنسان وقد وفي بعض الأحيان يتعلق بالفيروس نفسه متى تحدث الموجة الثانية إذا وصل العالم إلى أعداد متدنية من الإصابات وإن شاء الله العالم بعد فترة يمكن أن يتجه إلى هذه المرحلة من أعداد متدنية من الإصابات والفيروس ممكن أن يتغير بعد ذلك يتحور لدرجة أنه يؤدي إلى موجة جديدة إذن التغيرات والطفرات التي تحدث في هذا الفيروس ويعني معروف عن فيروس كورونا أنه يحدث طفرات ولكن ما شهدنا لغاية الآن هناك بعض التغيرات والتحور في المادة الوراثية للفيروس لكنها والحمد لله لم تغير السلوك العدواني لهذا الفيروس لم تغير السلوك لا يوجد هناك زيادة في عدد الانتشار بسبب هذه الطفرات أو أن المرض أصبح أكثر شدة ونسبة الوفيات لم تزد لذلك لحد الآن في بعض الطفرات لكن هذه الطفرات لم تؤدي إلى تغير في السلوك وهذا أمر جيد لكن قد تحدث طفرات أخرى قد تسبب أكثر عدوانية للفيروس أو قد يكون أقل عدوانية للفيروس لا نعلم كيف سيحدث إذن إذا ما حدث الطفرات معينة ممكن يكون ذلك هو سبب لموجة جديدة السبب الآخر للموجات الثانية اللي هو بتعلق فينا أحنا وبإجراءاتنا وأهمها أنه هو يعني العودة السريعة للنشاطات المختلفة دون الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللي إحنا علينا نكون فيها كمواطنين مثل المحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات أو أن لا تكون المؤسسات الصحية قادرة على تتبع الحالات وأيضا السيطرة على البؤر التي قد تحدث هنا وهناك من وقت إلى آخر إذن إذا كان لدينا نظام صحي جيد وخاصة ما تعلق بالفحوصات المخبرية وتسيطرة على البؤر من خلال تتبع المخالطين للإصابات وأيضا وجود نظام حجر جيد إذن هذه الأمور هي من شأنها أن تمنع الموجة لكن إذا صار هناك نوع من التساهل في هذه الأمور أعتقد أنه لا سمح الله ممكن أنها تؤدي إلى موجة جديدة لكن إذا قمنا بما يجب علينا أن نقوم والفاروس لم تحدث لديه طفرات من نوع معين تسبب زيادة في شدة سلوك هذا الفاروس ليس حتمي أن تكون هناك موجات لكن مع ذلك نعم صحيح هناك إمكاني لوجود موجات متى تحدث هذه الموجات لا أحد يستطيع أن يقول ربما تحدث مع نهاية الصيف بداية الخريف ونتمنى أن لا تحدث في نهاية الخريف وبداية الشتاء أي أن لا تتزامن مع الإنفلونزا الموسمية أن وجود إنفلونزا موسمية وموجة جديدة من الفاروس كورونا قد يؤدي إلى تحديات كبيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير وسلبي طبعا نعم دكتور نحن بالطبع نطق بكل المنظومة الصحية في الأردن وهي أثبتت جدارتها في الفترة الماضية دون الحاجة إلى الحديث عن ذلك لكن نحن نحن نحكي قد يكون هناك تغيرات في شكل الفاروس أو في المادة الوراثية وهذا الإشي ليس فقط على الأردن هو على العالم كله يعني التعامل مع الفاروس جديد لا نعرف له دواء ولا نعرف له أصل ولا فصل بشكل أو بآخر كيف سيتم التعامل في حال وجود موجة ثانية من هذا النوع؟ كيف سيتم التعامل مع هذا الفاروس؟ وهل هناك دراسات أو بحوث بعينة هذه عم تصدر لحتى نستعد في الموجة الأخرى؟ لا سمح الله ولا قدر الله وهل فعلا نحن في الأردن مستعدون لمواجهة شكل الفاروس جديد مهما كان شكله؟ أعتقد أنه يعني الإنجاز اللي من نحكي عنه بالأردن هو يعني يتمثل بأنه أصبح لدينا وقتا يعني الأردن أخذ وقت جيد قبل أن ينتشر الفاروس إن شاء الله لا ينتشر أكثر من ذلك بحيث أصبحت المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع الموجات اليوم نحكي عن قدرات كبيرة في مختبرات الوزارة الصحة والقطاع الصحي بشكل عام لإجراء فحوصات أكبر والقدرة على التشقيص السريع للحالات وهذا أمر مهم كما قلت الفرق التقصي اليوم أصبحت هي أكثر قدرة وتم بناء قدرات صحية جيدة مقارنة مع بداية الجائحة وأصبح هناك تطور في أعداد هذه الفرق وطريقة عملها والدراية والخبرة التي أصبحت لدى هذه الفرق أيضا موضوع مهم الخبرة للكوادر الصحية في التعامل مع المرضى أيضا أصبحت في وضع جيد أكثر استطاعت الكوادر الصحية أن تخترق حاجز الحذر وعدم الخوف من التعامل مع الحالات في بداية الأمر اليوم أصبحت الكوادر الصحية سواء من أطباء أو مرضين أو فنيين بشكل عام قادرة على التعامل حتى مع المرضى الذين يصابون فيها أيضا هناك تطور قد يحدث بما يتعلق بموضوع الحجر الصحي سواء كان حجر مؤسسي أو منزلي ومبارح يمكن سمعنا عن موضوع أنه يعني كلياتنا عرفنا عن موضوع السوار الإلكتروني إذن هذا يعتبر أيضا تطور بما يتعلق بموضوع الحجر للقادمين أيضا كسبنا الوقت نحن بالأردن وطبعا في بعض الدول العالم من أجل يعني الانتظار حتى يتوفر اللقاح وهذا أمر مهم أيضا وأصبح هناك أمل وبوادر جدية في إمكانية توفر هذا اللقاح مع نهاية هذا العالم عفوا مع نهاية هذا العام وإن شاء الله هذا سيكون له تأثير جيد على الوضع الوباء العالمي وجود اللقاح للعالم كله نتمنى أن يتوفر في كل بلدان العالم لأنه إذا لم يتوفر في كل بلدان العالم وتضامن العالم مع الدول الفقيرة مع الغنية تتضامن من أجل توفير هذا العلاج أو عفوا هذا اللقاح إذا ما تم ذلك سيكون له أثر إيجابي على الوضع الوباء العالمي وعلى وضع الوباء في كل بلد وهذا من شأنه أن يضعف الفيروس ويضعف انتشاره لذلك كل هذه الأمور معا أعتقد هي استعدادها جيدة وقادرة على التعامل مع الوضع الوباء بشكل عام وإن حدثت موجة جديدة لا سمح الله أعتقد أنه دول عالم كلها والأردن الحمد لله أصبح لديه القدرة أكبر على التعامل مع أي تطورات لا سمح الله في هذا الوباء والذي نتمنى أنه ما يحدث وتبقى الحالات أقل ما يمكن ويسيطر على الوباء وينتهي هذا الوباء وتتخلص البشرية من شره إن شاء الله دكتور يعني منظمة الصحة العالمية إلى حد اليوم ما طلعتش تصريح وحكت أنه نحن في أمان وما زال الوباء وباء رغم ذلك ورغم أنه في حالات يعني عم تتسجل مثل ما حكينا قبل ثلاثة أيام كان هناك رقم كتير كبير سجل لم يسجل منذ حزيران لكن الدول تتجه باتجاه أنها بدأت تفتح حدودها ومطاراتها ما رأيك في هذا الإجراء وين نحن أيضا بالأردن من فتح المطارات والحدود أعتقد أنه يعني العالم كله وإحنا بالأردن أيضا نجد من هذا العالم أصبحنا نتعامل مع هذا الوباء كيعني بشقين أو بجانبين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي وعودة الحياة أعتقد لا يمكن الفصل بين الجانبين تحسن الوضع الوبائي مهم لكي تعود على جدلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذا أمر مهم وأيضا لابد أي بلد أن تكون لديه قدرات اقتصادية أيضا حتى لا تؤثر سلبا حتى على الوضع الوبائي إذن هم وجهين لعملة واحدة لا يمكن الفصل ما بين الوضع الوبائي والوضع الاقتصادي ولا يمكن وإحنا لسنا أمام خيارين إما الوضع الصحي أو الوضع الاقتصادي لا أعتقد أن أمام خيار واحد ضرورة أن يكون هناك عمل جيد وعمل مفيد لكي نحافظ على وضعنا الوبائي وبنفس الوقت إن شاء الله نحافظ على الوضع الاقتصادي وتعود عجلة وتبقى عجلة الاقتصاد موجودة ونشيطة بحيث نعيش أقرب ما يمكن إلى الطبيعي وليس يعني أنا أعتقد أنه من يعني يعني يجب أن لا نقول علينا أن نعود إلى الطبيعة لأن الطبيعة في وضع وبائي أن نعيش حياة طبيعي في وضع ما زال الوباء موجود ليس عادلا وليس عدلا وليس منطقيا هذه الحياة الطبيعية الجديدة يجب أن تتوائم مع المتطلبات الصحية والمتطلبات التي يحتاجها أو نحتاجها كلياتنا للسيطرة على هذا الوباء بنفس الوقت علينا أن نحافظ على هذا الوضع الوبائي والصحي الجيد لكي تبقى عجلة الاقتصاد مستمرة وإن شاء الله نتمنى أن لا يحدث في أي بلد أنه عندما يضيع أو تتأزم وتنهار المؤسسات الصحية بعد ذلك سيؤدي ذلك عكسا وينعكس ذلك على الاقتصاد لذلك أمريا أعتقد أحدهما يؤثر على الآخر ونتمنى دائما إن شاء الله أن نحافظ على وضعنا الوباء الجيد ونحافظ أيضا على الحياة نحن في الأردن لن نفتح المطارات إلا عندما نتأكد تماما بأنه ما رح نصاب بفيروس بجينة مستورد يعني أعتقد بما تعلق موضوع المطارات هناك لجان تدرسان الموضوع بطريقة جادة وبطريقة ممنهجة وأكيد تضع أمامها الهدف الكبير هو عادة المطارات وحركة المسافرين عبر الجو أن لا يكون لها تأثير وإنعكاسات سلبية على الوضع الوبائي بس يعني أنا أعتقد أنه فيه إمكانية لكن هذه الإمكانية يجب أن تكون مدروسة ويعني هناك أعيد وأقول هناك جهود مهمة لهذه العودة المطارات لكن لغاية اليوم يعني الأمور بأعتقد لم تكتم دكتور اسمح لي طرحنا على مواقع التواصل الاجتماعي السؤال هل تعتقد أن الأردن جاهزة لمواجهة أي موجة جديدة لفيروس الكورونا كانت الإجابات يعني 60% نعم 66% نعم و34% لا لكن النسبة مطمئنة وجيدة رأيك في النهاية أعتقد أنه أنا لو بصوت أنه إحنا مستعدين لكن هذا الاستعداد يعني لا يكفي أنه تستعد الجهات الصحية للتعامل يعني لا سمح الله يعني عودة الوباء بطريقة معقولة أكيد الجهات الصحية والمؤسسات الصحية قادرة على ذلك لكن علينا أنه أولا نمنع لا سمح الله وجود موجات جديدة أو عادة كبير من الإصابات وبنفس الوقت يعني أن علينا أن نبني نظاما صحيا قويا ومؤسساتنا الصحية إن شاء الله تتطور باستمرار لكي تكون قادرة على مواجهة التحديات التي ممكن تحدث لكن أعتقد السؤال هل نحن نعمل على أيضا من جهتنا إحنا كمواطنين للتقليل من الأثار السلبية على الوضع الوبائي هذا هو سؤال آخر مهم يعني أعتقد سؤالك كثير مهم والمؤسسات الصحية يجب أن تكون ونتمنى دائما أن تكون قادرة على التعامل مع أي تحدي صحي من خلال هذا الوباء ولكن أيضا هناك سؤال أهم هل نحن نعمل أيضا كمواطنين على منع يعني وجود عدد كبير من الإصابات المستقبل والله نعمل يا دكتور إن شاء الله إذن الدكتور ندير عبدات أناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة كنت معنا شكرا جزيلا لك يا رب يحمينا ويحمي العالم مش بس الأردن ولكن نتمنى بأنه نحن نظلنا في الوضع الموجود عليه حاليا لأنه الحمد لله نحن كمواطنين نشعر بفخر أننا أردنيون وأيضا لأننا نعيش بأمان لازم ندير بالنا على حالنا أكثر ولازم نتعاون قدر الإمكان مع كل الإجراءات لنحمي حالنا ولا نحمي وطننا موسيقى 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 موسيقى